في الحرب لا يموت الناس بالسلاح وحده فالجوع ذاك القاتل الخفي ينال من ضحيته بصمت مطبق بلا رحمة ولا هوادة اليمن الذي لم ينال من اسمه نصيب أجبرت ظروف الحرب فقراءه على اللجوء لأكوام القمامة بحثاً عما يسد رمقهم ويشبع بطونهم الخاوية التي أنهكها الجوع حتى باتت تلك المشاهد مألوفة لا سيما وأن العشرات من السكان اتجهوا للعيش قرب مكب النفايات الرئيسي شمال صنعاء لا يوجد عمل لا يوجد أي شغل نصير نطلب الله لا يوجد عمل بالسوق علي الله نحن ندور حكي له دقيق حبة نطمط حبة بطاط تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الجائعين في اليمن ارتفع إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف وبأن نحو 22 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية مع استمرار الصراع الدائر في البلاد منذ ثلاث سنوات والذي تسبب بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة اليمنية حيث بلغ سعر الدولار الواحد خمسمائة واثني عشر ريالاً في السوق السوداء ليتراجع بشكل طفيف إلى أربعمائة وستين ريالاً في حين بلغ عجز الموازن الجديد للعام الحالي ثلاثة وثلاثين بالمئة لقد بات توفير الغذاء كابوساً يومياً يقض مطجع اليمنيين مع قدوم يوم جديد وأفول آخر تسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تأمين ما يمكن تأمينه من غذاء ورعاية صحية لأن الحصار الذي يفرضه الحصيون على عدد من المدن والقرى يمنع وصول المساعدات التي يصادرها في نهاية المطاف ويحرم محتاجها من الاستفادة منها مؤخراً أعلن وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية عن إطلاق عملية إنسانية شاملة في البلاد تتضمن المساهمة بمليار وخمسمائة مليون دولار لتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية في البلاد والتي أعلنتها الأحدى الماضي ترجمة نانسي قنقر